الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد فالمزمل معنى المتلفف في ثيابه يا أيها المزمل يا أيها المتلفف في ثيابه هذا معنى المزمل هذا معنى المزمل فعلى ذلك كلمة المزمل يمكن إطلاقها على أي شخص تلفف في ثيابه فيقال جاء فلان مزمل مدسر أيضا تلفف في ثيابه لكن في ثياب تحته ثياب أخر الشعار الثوب الملاسق للبدن والدثار الثوب الذي فوقه كما قال الرسول الناس دثاري والأنصار شعاري فالمزمل معناها المتلفف في ثيابه فلا يقال إن من أسماء النبي المزمل قال النبي لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب في بعض الطرق نبي التوبى والنبي الملحمة عليه الصلاة والسلام فكلمة المزمل يمكن إطلاقها على أي شخص يقال يا المتلفف في ثيابه ترجمة نانسي قنقر